اشتركوا في القناة والله بيقول لك والله ألم في الرقبة طبعا بعض الاحيان بيكون تقلص عضلات الرقبة وبعض الاحيان بيكون نتيجة انزلها قدروفي وبعض الاحيان بيكون نتيجة للأسف الشديد ساعات طويلة من استعمال جهاز الحسوب أو النقال أو بالنسبة لطلبة الجامعات المذاكرة باستمرار تمام لساعات طويلة طبعا مش معناها ما يذكروش لا شيء كويس ولكن في نفس الوقت يجب انه ايش نضع حلول لهذه المشاكل طيب لو تكلمنا عن النقال يعني ما فيه اي باس نحدد ساعات استعمال النقال أو جهاز الحسوب أو لما نستعمله بمستوى البصر ما يكونش ايش بالمستوى هذا ليش؟ لانه بالنسبة للرقبة لما بدنا الرقبة تكون بالوضعية هذه الوزن تاع الرأس 4 كيلو طيب لو حنينا شوية 12 كيلو لو حنينا للاخير 22 كيلو كل هذا يؤثر على عضلات الرقبة طيب شو الحل في الامور لي زي هذه؟ في عمومها عمومها بالكامل لازم انه ايش؟ نركز على تقوية عضلات الرقبة حتى نمنع الالم طبعا بعض الاحيان بكون ناتجة عن خلل في التغذية خلل التغذية لازم انه نعوده بس بكونش في الرقبة فقط بكون في الجسم عام لكن لما نناقش والله الام الرقبة فقط لحالها نتيجة ضعف عضلات الرقبة يبقى بدنا نقوي عضلات الرقبة طيب كيف بدنا نقوي عضلات الرقبة؟ ممكن تكون ناتجة عن انزلها غضروفي ايش بدنا نعمل؟ اهم اشي ان نرجع الغضروف لو كان غضروف بسيط بدنا نرجع الغضروف الى وضعه الصحيح والسليم كالتالي بنرجع الرقبة الى الخلف ومن ثم بنثيها الى الخلف نص دقيقة وبنريح نص دقيقة في الجلسة الواحدة خمس دقائق يعني خمس مرات هذا التمرين الاول اما التمرين التاني لتقوية عضلات الرقبة لمنع الانزلاق الغضروفي كلنا يعلم انه في عنا ست مجموعات من العضلات حوالي الرقبة انا بدي اقوي الست مجموعات اي عضلة او اي مجموعة بدي اقويها لازم اقاوم العمل تاعها كيف؟ مثلا انا عندي على اليمين وعلى اليسار وامام وخلف ودوران يمين ودوران يسار هذا هو ما الستة لو انا بدي اقوي اللي بتثني الرقبة الى اليمين ايش بعمل؟ بقاوم العمل تاع الثاني الى اليمين نص دقيقة نص دقيقة على اليسار نص دقيقة مقاومة إلى الأمام ونص دقيقة مقاومة إلى الخلف ونص دقيقة مقاومة الدوران إلى اليمين ونص دقيقة مقاومة الدوران إلى اليسار هيك بنكون إيش قوينا العضلات أنا عندي على سبيل المثال الست مجموعات هذه في جلسة واحدة بخلصها في ثلاث دقائق خليها تخلص في خمس دقائق هيك بكون قويت العضلات عضلات الرقبة بالاستمرار على هذا التمرين بقى قلل من مستويات ألام الرقبة ومن ثم إلى إنهاء حالة ألام الرقبة ننصح الكثير بأنه يوميا مش أقل من 3 جلسات 4 جلسات 5 جلسات أو عقب كل صلاة أو عقب كل فرض أنه يعمل هذه الجلسة شاف الله كل مؤمن ومؤمنة وأسأل الله عز وجل أن يكتب الشفاء لكل مريض إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته